منح المستوى السياسي في إسرائيل الجيش الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على قطاع غزة وفق هيئة البث الإسرائيلية التي قالت إن الجيش سيقلص من عدد قواته لكنه سيواصل العملية العسكرية بشكل آخر تتزايد التقديرات في إسرائيل بأن الجيش أصبح قريبا من إنهاء عملياته في رفح جنوبي القطاع وسحب قواته من هناك لكن من دون أن يشمل الانسحاب محور فيلادلفيا على طول الحدود المصرية مع القطاع والبالغ طولها 14 كيلو مترا فيما يواصل جيش الاحتلال تفجير مربعات سكنية كاملة في أحياء البرازيل والسلام ومخيمي ابنى والشابورة لتوسيع المنطقة العازلة في محور فيلادلفيا رغم سيطرت قوات الاحتلال على مناطق واسعة من مدينة رفح وخاصة الأحياء الشرقية منها الشوكا والسلام والبرازيل وتمركزها على طول محور فيلادلفيا إلى أن فصائل المقاومة تتصدى للقوات المتوغلة في مخيمي الشابورة ويبنى بالإضافة للمناطق الغربية من المدينة طل السلطان والحي السعودي فيما قالت كتائب القسام إنها استهدفت عددا من الدبابات المتوغلة ودمرتها بقذائف الياسين أما بالنسبة لمدينة خان يونس فقد عاد جيش الاحتلال وأمر السكان والنازحين في المناطق الشرقية للمدينة بإخلائها وهي مناطق القرارة وبنسهيلة وعبسان ومعا وقزان النجار والقرين وجورة اللوت والمنارة والسلام بالإضافة إلى طبعا عبسان الجديدة وعبسان الكبيرة وخزاعة والفخاري وهي مناطق تشكل أكثر من نصف مساحة خان يونس يذكر أن الجيش يعود مرة أخرى للمدينة فقد توغل فيها سابقا لمدة شهرين ودمر أغلب البنى التحتية فيها حاليا يكثف الجيش من غاراته على الأحياء الشرقية منفذا حزاما ناريا على بلدة خزاعة وهي الأقرب للسياج الفاصل ويقول الجيش أن العملية الجديدة في خان يونس تأتي بعد إطلاق فصائل المقاومة صواريخ من داخلها في حين أن محور ناتسارين شمال المحافظة الوسطى من قطاع غزة والذي يفصل القطاع إلى جزئين يشهد خلال الساعات الماضية اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال المتمركزة فيه حيث قصفت فصائل المقاومة مقر قيادة الفرقة 99 بقزائف الهوم ما أدى لمقتل جنديين من كتيبة 121 تابعة للواء الثامن وإصابة عدد آخر من الجنود فيما تكثف المدفعية الإسرائيلية من قصفها للمناطق شمال مخيم النصيرات ومناطق وادي غزة المغراقة والزهراء كذلك الحال تعمل الزوارق الحربية على قصف شاطئ مخيم النصيرات على صعيد مدينة غزة وتحديدا شرق المدينة حي الشجاعية حيث تتقدم قوات الاحتلال التابعة للفرقة 98 بعملية عسكرية وتعمق من توغلها وسط اشتباكات مع فصائل المقاومة وكان الجيش قد أمر السكان والنازحين في الحي بالإخلاء والتوجه إلى شارع صلاح الدين تمهيدا لتوسيع عملياته البرية في الحي بالتوازي فقد أعلن جيش الاحتلال أن مجمل الإصابات في صفوف جنوده الذين وصل عددهم إلى أربعة آلاف وواحد وعشرين جنديا